أهلا بحضراتكم من جديد في هذه الفقرة المهمة جدا جدا نظرا لأننا إذا وضع استثنائي شديد التعقيد كما أطلق عليها الرئيس التحديات المركبة أمامنا معضلات استراتيجية تحتاج إلى تفكيك أمامنا خوارزميات جديدة تحتاج إلى إعادة قراءة في ظل وضع العالم كله بيتحدث على اللايقين الضبابية الشديدة عدم القدرة على قراءة الأحداث الجارية فما بالنا عن المستقبل دعوني أرحب بضيفي الكريم ست اللواء دكتور سمير فرج المفكر استراتيجي دكتور سمير أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين بالتأكيد ما يمر به العالم والإقليم هذا الإقليم البائس غير مسبوق على كافة المستويات ومن كافة الزوايا كيف تقرأ المشهد آنيا أعتقد لم ما حصلش في عشرات السنين اللي فاتت إن المنطقة مرت بأزمة طويلة زي اللي إحنا عايشين فيها دائما إحنا كعسكرين نقول من السهل أن تحدد ماذا تبدأ الحرب ولكنك لا تستطيع أن تحدد ماذا ستنتهي صحيح فالأول مرة المنطقة كلها عايشة دخلنا على السنة الثانية نشوف إيه اللي بيحصل الوقتي أول حاجة نشوف أول لوحة لوحة الأولية بتقول لنا إن إسرائيل النهاردة مشتبكة في أربع جبهات في وقت واحد في وقت واحد لا الوحة اللي قابليها أول واحدة حرب أربع جبهات أيوة دي هنبص على ده العنوان العديد دكتور سامير العنوان العديد حرب الأربع جبهات جبهات عندنا غزة ولبنان ثم اليمن ثم إيران دول الأربع جبهات اللي مشتركة فيهم نقود الموضوع بالروح أنا بحب بمشي مع المشاهد حتة بحتة بدأت العملية في إسرائيل زي ما الكتاب بيقول بتنفس فيسز السلوب الغربي في التكتيج بيقول كده بدأت البرحلة الأولى في غزة دخلت على غزة نشوف الصورة التانية يوم 7 أكتوبر ودخلت على بيت حنون وجباليا وكان هدف إنها تزق الفلسطينيين في التجاء مصر على أساس إنها يخشوا على صحرات خلصت في 11 شهر قاعدوا يقتلوا فيها النهاردة إسرائيل دخلت في المرحلة التانية فيز تو وهي الوجوم على جنوب لبنان تبقى اللي بفهمهم هم بيقولوا دمروا حماس لكن احنا بنقول حماس مش هتتدمر هم أضعفوا حماس وحقا 11 شهر بتقاتل لا فيه إمداد فلوس والإمداد زخيرة والأسناحة وإسرائيل الفلوس جايلة والزخيرة خط ساخن فلوس وزخيرة خط ساخن تالي دخلت على المرحلة التانية والمرحلة التانية على جنوب لبنان لو جينا على جنوب لبنان الصورة اللي بعدها برضو عايزيني نفهم من الصورة اللي بعدها الناس نقول لهم الجنوب اللبناني عشان الناس فيسمع جنوب لبنان لقت الصورة التانية جنوب لبنان عندنا أول حاجة الخط الأزرق اللي تحت اللي الناس فيسمع عليه الخط الأزرق الخط الأزرق ده الحدود بين لبنان وبين إسرائيل فوق بقى كده الخط بتاع النهر اللي تاني أيوة دول بيتسمى في اللي هنسمعوك في كل مرة جنوب لبنان هي الحتة دي خالص الحتة دي إسرائيل قالت لك أصلنا رحلت وجليت 80 ألف شخص اللي هي من القرى في شمال إسرائيل شمال إسرائيل طيب جنوب لبنان دي كانت أصلا بين بيدافع عنها حزب الله حزب الله طيب نشوف برضو أوضاع حزب الله إيه نلاقي في الصورة التانية حزب الله عنده الفرقة بتاعة عزيز وفرقة نصر وفرقة بكر وطبعا برضو تسلحهم كده زي ما الكتاب بيقول بنقول دايما النصق الأول أو القتال الأمامية التلتين والتلت وراء تمام ده بالنسبة لقوات حزب الله نخش بقى على الصورة التالتة اللي بعد كده أوضاع المستوطنات أوضاع المستوطنات اللي نتانياهو النهاردة بيتحجي نتانياهو مش عايز سلام كل شوية يطلق لك بحجة عشان يقول الكلام فيه 28 مستوطنة على الحدود مع لبنان ودي النهاردة اسرائيل في والطة لأنها رحالت الناس دي وفيه اتنين وراء فهم 30 مستوطنة قدامنا على خط الحدود خلاص فالنهاردة لبنان أو جنوب لبنان فيها قتال لمين؟ لإسرائيل ضد حزب الله طب هل يحدث ليه تفتكر؟ نتكلم بقى احنا كعسكرين دايما نقول أصعب القتال عندنا هو القتال للمدن وانا بسميها دايما المدن مقبرة الجيوش تفتكر تقدر الجيش ياخد القاهرة ولا اسكندرية لبورسايد صعبة صحيح المنطقة التانية الصعبة وهي المنطقة الجبلية حزب الله النهاردة قاعد جنوب لبنان دي منطقة جبلية فعشان كده اسرائيل لن تجدها نزهة رغم انهم سلاح وإمكانيات وتبطولوجيا وبعدين ايه موته طبعا كل القدر بتوحهم من اول حسن نصر الله تمت الهرم راحت ايه قيمت انما الناس دي حفظة الارض وحفظة دروب وحفظة سجول فين وفين القمم وحطة زغلتها فين النهاردة اسرائيل بلها بتقال حوالي شهر ونص سبا تقاتل خدت امطار وبتعمل ايه بيسموها الضيعة او القرية بالكامل وتخش وترجع تاني فبقولكم دلوقتي اسرائيل لن تجد جنوب لبنان نشنوزها سهلة ليس نوزها ابدا ابدا رغم ايه موتنا وقتلنا لا حزب الله حيقاتل وحتشوف الفترة اللي جاية وحتبقى منطقة صعبة يعني من حرب الانفاق في غزة حرب القرى في جنوب لبنان وخب بالك ان حزب الله عنده انفاق احسن من اللي في غزة اللي في حماس لانه عمل حاجة اكتر ارض كانت مستعدا ومناطق جبلية ومعركة جبلية وبعد الارض بتاعته يعني حماس بتشتغل هو ما كان اسرائيل الحتة قد كده لكن هنا شغلة فهنا حتقاتل اسرائيل قتال صعب خلال الفترة نجي بقى المرحلة التالتة داخلت اسرائيل وهي فين في ايران 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 زي ما احنا شايفين موجودة طب ايه اللي حصل بقى في ايران ان اسرائيل قامت بتصفيد الرؤساء بتوع ايران القادة اول حاجة احنا فاكرين ان اسرائيل ضربت المبنى بتاع الانصلية الايرانية في دمشق في دمشق وبالتالي دي كانت البداية يا دكتور دي كانت البداية خلاص فانت طبعا لازم ايران ترد لازم ترد حفظ ماء الوجه اه فبالتالي وعدين حصل اغتيال بتاع اسماعيل هنية وحسن نصر الله وكانت اسرائيل ايران متحفزة في الرد طب انا هنا عايزة اسأل سؤال اسرائيل ايران ليه متحفزة ايران بقالة 18 سنة محاصرة محاصرة عشان ايه عايزة تعمل نووي سلاح نووي فالنهار دا كل امريكا ودول العالم ايروبي كلهم عاملين حصر الاقتصادي اموالهم اللي في الخارج مجمد مية وخمسين مليار مجمدين ده كان فيه خمس مساجين امريكان من شهرين عند ايران عشان تفرج عنهم امريكا افرجت عن خمسة مليار موجودين شفت اديه فالناس تعبنة ومستحملة لانها عايزة ايه النووي خلاص امتى ايران هتاخد نووي المفروض بداية السنة الجاية 2025 هيبعندها خمس قنابل نوية فايران سلاح نوية ايوة قنابل نوية قنابل خمس قنابل في بداية طبعا الـ سي اي اي وليام بيرنز اسبوع اللي فات قال ده هي قادرة في اسبوعين انت طبعا طبعا لا التخطيط اللي انا او من نظمة الدولية قالت 2025 حيبقى عند ايران خمس قنابل نوية فهي ايران مستحملة كل 18 الشعب الايراني تعبان اقتصاديا تعبان جدا ومستحملين عشان كده ايران راحت بعد ما الناس ده طبعا والشارع لازم يهدى الايراني راحت اللوحة اللي جاية راحت ضربة اسرائيل بمئتين سلوخ اللي قدامنا هون طبعا النتيجة كانت وانا طلعت في كذا قناة ثانية المئتين سلوخ اعواروا مين بنت بداوية في صراح النقل لانه يقال ان بعض الصوريخ كان الرأس الهد فيها طوب لانه مش عايزة تصير اسرائيل ولكن شعبان بتعملوا ايه واحنا عندنا السواريخ فده نوع من تهديئة الرأي العام الداخلي وحفظ ماء الواجه مع وعدم اسارة مين اسرائيل اللي ان كان ممكن تسوق عندها السواريخ فارتصوطية فعشان كده وايران كانت الاول مرة في المرة دي تستخدم السواريخ الفارتصوطية عايزين نشرح للناس برضو ايه السواريخ الفارتصوطية نشوف اللوحة التانية السواريخ الفارتصوطي بيطلع من مكانه وبعدين يعد الغلاف الجوي اللي احنا شايفينه ده ايوا ويطلع في الفضاء الخارجي الفضاء الخارجي مفيش جاذبية بزرور السواريخ بيندفع وبيطلع بيسافر فانت قدامك انك انت تضربه في الغلاف الجوي وهو طالع او وهو نازل فوق الهدل طب هو لو اضرب من اليمن مين اللي يضربه هناك الكم غواصة وكم مدمرة لما يبلحقش يطلع لحد اسرائيل ولما بيجي فوق الهدف بينزل بسرعة 9 ماخ ما بتلحقوش لا القبة الحددية ولا النظام يصعب استياده استياده فعشان كده من هنا السواريخ البلستية والفارتصوطية بتعتبر النهاردة سلاح جديد مؤثر في عمال القتال غير السواريخ الكروز والحاجات وغير الكروز طبعا في الفترة دي برشيكان قال لك ان انا مش عايز اعمل حرب اقليمية وفهمنا ليه لان النهاردة لو الموضوع تصعد اسرائيل لو ضربت المفاعلات النووية بتاعت ايران عارض ايران الى العصور الى العصور التانية وتقعد سنتين تلاتة دي مهم انا عايز الناس تفهمها فبالتالي كنا عارضنا ثلاثة اسابيع مستنيين الرد الاسرائيلي على ايران ايه كان فيه اتنين اوبشن او اتنين سناليو السناليو الاولين تدرب مراقز قيادة شوية مصانع تجمعات مخازن زخيرة والرد التاني او السناليو التاني انها تدرب اللي هو ايه المفاعلة النووية ايران بقى لها 18 سنة قاعدة بتخزي عشان تعمل اول منشآت البترولية اول منشآت البترولية خلاص لان طبعا لو ضرب منشآت البترولية البترول في السم امريكا طاعت وبذلك الصورة التانية جاء اخونا بلينكين الاسبوع اللي فات وزاره فين المنطقة لا زار اسرائيل والسعودية لانه كان جاي بمهمة واضحة يا ايران من فضلك ما تدربوش النووي بتاع ايران يا اسرائيل ما تدربوش النووي ولا المنشآت البترولية تمام هنا ما انا عايز اقول حاجة حبيبك الكنوات الاسلامية اقولك شايفين ده جيه مزارش مصر المرادي اصل مصر فقدت يا جماعة ده جاي بمهمة واضحة جاي برسالة مهمة وقرار بقرار يا اسرائيل ما تدربوش لا النووي ولا المنشآت البترولية والمرة الوحيدة شوف سنة وشهر المرة الوحيدة اللي اسرائيل تستجيب استجيبت للأمريكي للموضوع كان حيبقى صعب وانا هقوله دلوقتي عشان الناس تبعارفة ايه اللي كان بيحصل يا جماعة لا كان حتحصل مشكلة وبالتالي اسرائيل التزبط وشوفنا اللوحة التانية اسرائيل هجمت على ايران هجوم هجوم الفجر يوم ستة عشرين اه نشوف اللوحة التانية بتقول لنا ايه انا كل ده بجيب من وكالات الانباء عشان انا مش عايزة انا حلل بس تمام هنقوله بيقوله ايه اسرائيل هجمت ثلاث موجات هدف هجمت عشرين هدف بلا اضرار محدودة الثلاث موجات ليه برضو نشرح الموجة الاولانية بتطه على التيارات عشان بيسمو تنظيف المجال الجوي انا حاجة من هنا بيوسع ا Loujis اضرب الرادارات الدفاع الجوي تدخل القوة موجات الى التالتة نضيفة اه واضحة مفهوم فازا اول موجة كانت ضرب الرادارات وسائل الدفاع الجوي اسمو تنظيف المجال تخش الدربة التانية والتالتة وتدرب وترجع competitive وطمام هما طبعا كانت نشوف اللوحة التانية تفاصيل الدربة الهجوم استمر اربع ساعات تنفس على ثلاث مراحل قلنا الموجة الاولى وبعد الثانية والثالثة كدكورة رئيسية ضربوا عشرين موقع محددين سلسة محددين عشرين موقع النتائج ضربوا البنية التحتية ست منشآت عسكرية مستودعات زخيرة الاماكن تهران قزستان عيلام اسفهار هنا بقى وقفة لاول مرة تهران العاصمة الايرانية تتضرب من التامانينات ايام صدام من سؤال الحرب العقل الايرانية اه واضح ده متغير جديد ودي كانت رسالة من اسرائيل انا مش هضرب النووي بس انا العاصمة بتاعتك انا هجرح السيادة بتاعتك شوفت يعني فيه ساعات بتبقى ممكن يكون ضرب وغدف اي كلام جواه تهران بس انا اوصل اقدر اوصل انا وصلت العاصمة والفرد الايراني اللي قال العاصمة بتتضرب تخلى قادر القاهرة اتفاهم ازاي اما فهمك فكانت رسالة الى ايران انا قادرون على الوصول اوصل للعاصمة بتاعتك طبعا روض اللي فعل بقى اشتركوا في القناة